أمال شركة لفجت بين سندان الشركة المشاغلة ومترقة المؤسسات الرسمية قلعة طرابلس تتخطى الإهمال باتجاه السطو على كنوزها التاريخية هذه ليست عنوين نشة أخبار إحدى المخطات التلفزيونية هذه عنوين نشة أخبار تطل على رواد موقع فيسبوك من طرابلس خلقوا لصوت مدينتهم طرابلس منبرا تطل منه على لبنان والعالم إعلاميون محليون بدأوا مشوارهم بصفحة أخبار حارة البرانية على فيسبوك فجعلوها مصدرا إخباريا إبان معارك التبيني وجبل محسن اليوم يستمرون في تسخير قدراتهم ليضيء على حاجات المدينة ومعاناتها ويبث نشة أخبار متكاملة عبر فيسبوك هي الأولى من نوعها في لبنان بلشنا بالنشرة إخبارية إسبوعية نحن طموحنا نصير نشرة إخبارية لايف يوميا ولكن نحن أولا شيء من عم سبت حالنا بالنشرة الإخبارية الإسبوعية بعدين حيث نصير في عنا نشرة رياضية نشرة اقتصادية نشرة جوية نرجي الرجل الحقيقة لمدينة طرابلس ننقل الحقيقة مثل ما هي لما كان يقول أنه فيه إشكال فيه إشكال ما فيه إشكال لأنه خلفية طائفية مثل ما كان يقول بعض أو حسب سياسة القناة اللي كانت تنشر الفكرة ولأنهم اختبروا عن كثب سطوة السياسيين الطرابلسيين فهم يؤكدون رفضهم أي دعم من أي جهة سياسية هلأ أغلبية الأوضاع اللي عم بتصير بالطرابلس هي المعيشة الأوضاع المعيشية السيئة اللي كانوا يستغلوها السياسيين أو معظم السياسيين في طرابلس بسمن زهيد لفتح معارك لالقاء كومبلة لاشتباكات التلفزيون قدر سلط على الشقة الإنمائية فيه بصير بورتاجات واسأليلي جدا وبالتالي لحنا قررنا أن نصلت الضوء على الموضوع الإنمائي بعيدا عن السياسة بعيدا عن الترجازات السياسية اللي عم بتصير بالبلد لذلك كانت القناة طابتنا ومن خلال تجربتهم اليومية في المدينة ما أبرز مشكلتها طرابلس هي بحاجة اللي تنتقل من الوضع الأمني اللي كانت فيه اللي بعدها عم بتعاني اللي رجع عشرين سنة لورا وأكتر أيام الحرب الأهلية إلى جو جديد لازم تعيش فيه لازم تتطور لازم الوضع الاقتصادي العجل الاقتصادي تتحرك نشرة أخبار حارة البرانية اسم انطلق من إحدى أكثر المناطق فقرا في المدينة ولذلك هو لا يضيء على الوجع فحسب بل يتحدث انطلاقا منه تجربة تثبت أن عاصمة الشمال تستطيع أن تكون رائدة في لبنان إذا ما أراد أبناؤها فتون رعد قناة الجديد